عبد الشكورة أبو الزيد والد محمود أبو الزيد شوكان المحبوس في فضل اعتصام رابعة من 14 أغسطس إلى الآن 10 أغسطس 2016 فتلس سنوات وهو قابع في السجن ما زال حتى الآن رغم الانهيار الشديد السيء الصحي اللي هو بيعاني منه تعرفت أنه كان جلسة شوكان وأخذ التأجيل تعليق على التأجيل لأيه؟ والله تعليقي على التأجيل أنه هو حالته الصحية تستدعي خروجه من السجن خالص لأنه هو طبعاً السجن ما فيش رعاية صحية فيه وبعدين بعد كده وهو بيعاني يعني بيعاني طبعاً ما فيش أدوية وما فيش اللي هو يقوم على رعايته وعلى مستلزماته وكله كله فطبعاً السجن ما فيهش الأشياء دي وهو صراحة بيعاني بيعاني معاناة طبعاً يعني حرام نهدر نفس إنسانية يعني كده ما مش عارف أنا أقول إيه يعني آخر مرة كنت عنده من يومين يعني والله والله الوضع يعني طبعاً الوضع سيء بننتظر كتير وبعدين بعد كده وبنقعد في الشمس وبعدين بعد كده والزيارات يعني تعبتنا كتير لنا السنة التالتة وإحنا رايحين جايين يعني وبعدين بعد كده حتى إنه يهون يهون كل شيء ولكن حالته الصحية سيئة 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 للغاية بيعاني من إيه؟ بيعاني من فيرسي زائد أنيميا حادة عنده منذ صغر بعد محاكمة النهاردة المحامين كانوا يقدموا طلب إخلاء سبيل بأنه ما فيش أي طرم توجيه قال أقدموا الطلب ده ولا رسي ما توجيه والله أنا معرفش يعني أنا معرفش ولكن هو يستحق إخلاء سبيل من زمان مش من دلوقتي وده حرام اللي هو فيه لأنه هو بيجي يعني في حالة صحية متدهورة للغاية